كمان جلد الزاد كمان مش تقييم مش نفس كلام سيدنا عمر وزينه وأنفسكم قبل أن تزنه لأن الوزن لا يقتضي أن انت عملت جريمة وتستحق العقوبة يبقى كده كمان هي مش من قبيل التقييم ولا من قبيل التحسين كمان لأن التحسين اللي حاصل شوف حضرت النبي قال ايه وخير الخطائين التوابون اللي هو عمل ايه اللي هو طوى صفحة الماضي وبدأ واستقبل الحياة والمستقبل بعمل جديد عمل يقبل فيه على الله متيقن من مدد الله سبحانه وتعالى يبقى عشان كده جلد الزاد مش هو واحد من التلاتة دول وعشان كده لازم نستمر في التعامل مع جل في التعامل مع معالجة جلد الزاد يبقى ده مش هو نصيحة سيدنا عمر وانتهينا وخلصنا الكلام ده وكمان جلد الزاد بقى بيعمل ايه فينا جلد الزاد بيوقعنا في ثلاث مصائب المصيب الأول ايه ظلم النفس ليه ظلم النفس لان يا سيدي انت لما تتحول الخطأ الى جريمة فانت ظلمت نفسك ده خطأ يحتاج الى تعديل لا يحتاج الى عقوبة فأول حاجة بتظلم نفسك وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون انت ظلمت نفسك الحاجة التانية اضاعة الوقت حضرت النبي نعى ماذا نعى عن قيلة وقال وكسرت السؤال واضاعة المال جلد الزاد بيكتر عليك اسئلتك لذاتك ودوة والعزب الله بيضيع حياتك تشوف حياتك بتمر يوم ورا يوم وانت قاعد بتعمل بتجلد ذاتك وتزارك كمان بيوقعك كمان في انك انت بتضيع حياتك يبقى جلد الزاد بيعمل ايه؟ بيوقعك في ظلم نفسك جلد الزاد بيضيع حياتك جلد الزاد كمان بيأسك من روح الله ايه زي يأسك من روح الله؟ ما شفتش واحد يجلد ذاته وحاسس بنعمة ربنا عليه ولا حاسس بفضل ربنا عليه واما بنعمة ربك في حدس هو مش شايف نعمة ربنا هو شايف اخطائه شايف سواده شايف ما يكون منه من خطأ ويملع حياته الخطأ ده ولذلك جلد الزاد ده تطبيق من تطبيقات وسواسة النفس ويلعب من ألعاب النفس النفس تقول له ايه؟ بتخدعه بتخدع الإنسان بتقول له اجلد ذاتك عشان انت لو جلدت زادك ايه اللي حاصل؟ يبقى لسه ضميرك صاح استخفو الله العظيم لا جلد الزاد مش من النفس اللوامة مش من النفس اللوامة اللي أقسم بيها الله سبحانه وتعالى لا 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 جلد الزاد مش من وغز الضمير وغز الضمير يخليك تعمل مش وغز الضمير يخليك توقف ولذلك الجلد عندنا بيكون على الكبائر والخطأ مش كبيرة الخطأ يحتاج إلى تصويب ولذلك الإنسان لما يجلد نفسه هو بيظلم نفسه ترجمة نانسي قنقر